الفصل الأول لا تحاول كانت شارز بوكوفيسكي مدمنا على الكحول وكان مقامرا وزير نساء وبخيلا أخرق ومتهربا من سداد ديونه وكان في أسوأ أيامه شاعرا لعله آخر شخص على وجه الأرض يمكن أن تلتفت إليه طالبا منه نصيحة من أجل حياتك أو آخر شخص يمكن أن تصادفه في أي نوع من أنواع كتب المساعدة الذاتية تطوير الذات أو السلف هيلب وهذا ما يجعله نقطة بداية مثالية لهذا الكتاب أراد بوكوفيسكي أن يكون كاتبا لكن عمله ظل عقودا من السنين يواجه بالرفض من جانب كل مجلة وصحيفة ونشرة دولية وناشر يعرض ذلك الكتاب عليه كانوا يقولون إنه عمل في غاية السوء عمل فض ومقزز وفقير ومع تراكم رسائل الرفض عليه كان ثقل الفشل المتزايد يدفعه أعمق فأعمق في هاوية اكتئاب يغذيه الكحول اكتئاب لم يفارقه معظم فترة حياته كان لدى بوكوفيسكي عمل نهاري في تصنيف الرسائل في أحد مكاتب البريد مقابل أجر قليل جدا وكان ينفق أكثر ذلك المال على الشراب ثم يخسر بقيته في القمار كان يشرب وحيدا في الليل ويكتب بعض الشعر أحيانا على آلة كاتبة عتيقة كان يملكها كثيرا ما يستيقظ فيجد نفسه نائما على الأرض حيث فقد وعيه في الليلة السابقة مضت ثلاثون سنة على هذه الحال ثلاثون سنة كان الشطر الأعظم منها سديما عديما معنا من الكحول والقمار والعاهرات بعد ذلك عندما بلغ بوكوفيسكي الخمسين أي بعد عمر كامل من الفشل واحتقار الذات أبدى اهتماما غريبا بكتابه محرر في واحدة من دور النشر المستقلة الصغيرة ما كان ذلك المحرر قادرا على منح بوكوفيسكي مالا كثيرا ولا على وعده بمبيعة كثيرة لكنه أظهر عطفا غريبا تجاه ذلك السكير الفاشل فقرر المراهنة عليه أدرك بوكوفيسكي أن تلك كانت أول صفقة حقيقية يحصل عليها وأدرك أنه من الممكن أن تكون آخر صفقة تأتيه أيضا كتب في رده على رسالة المحرر لي أن أختار واحدا من اثنين البقاء في مكتب البريد حتى أجن تماما أو البقاء هنا في الخارج لتمثيل دور الكاتب والتدور جوعا لقد قررت أن أتدور جوعا وبعد توقيع العقد أنجز بوكوفيسكي روايته الأولى في ثلاثة أسابيع وقد وضع لها إسما في غاية البساطة مكتب البريد وفي المكان الذي يكتبون فيه الإهداء كتب بوكوفيسكي مهدات إلى لا أحد قيض لبوكوفيسكي أن يصير روائيا ناجحا وشاعرا ناجحا نشر ست روايات ومئات القصائد وباع أكثر من مليوني نسخة من كتبه خالفت الشعبية التي حققها توقعات الجميع بل خالفت توقعاته هو خاصة تشكل قصص الناس من أمثال بوكوفيسكي قوتا يوميا لحكاياتنا الثقافية وتجسد حياة بوكوفيسكي الحلم الأمريكي رجل يكافح من أجل ما يريده ولا يستسلم أبدا ثم يحقق في النهاية أكثر أحلامه جنونا يشبه هذا فيلما ينتظر من يخرجه ننظر جميعا إلى قصص من نوع قصة بوكوفيسكي ويقول أحدنا للآخر أرأيت إنه لا يستسلم أبدا لا يكف عن المحاولة أبدا إنه مؤمن بنفسه دائما لقد واصل الإصرار في وجه العقبات كلها وتمكن من جعل نفسه شيئا مهما عندها يكون غريبا أن نقرأ الكتابة المنقوشة على قبر بوكوفيسكي لا تحاول هل رأيتم؟ رغم مبيعات كتبه ورغم شهرته كان بوكوفيسكي فاشلا وكان يعرف هذا لم يكن نجاحه نابعا من تصميمه على الفوز بل من حقيقة إدراكه أنه شخص فاشل ومن قبوله تلك الحقيقة ثم من كتابته عنها بكل صدق لم يحاول بوكوفيسكي أبدا أن يكون شيئا غير ما كانه حقا ليست عبقرية أعمال بوكوفيسكي كامنة في التغلب على عقبات لا يصدقها عقل ولا في تطوير نفسه إلى أن يصير نبراسا أدبيا متألقا كان الأمر عكس ذلك تماما إنه قابليته البسيطة لأن يكون صادقا مع نفسه كل الصدق من غير أن يحيد عن ذلك قيد أنملة بل صادقا مع أسوأ ما فيه خاصة وأن يتحدث عن إخفاقاته من غير أي تردد أو شك تلكم هي القصة الحقيقية لنجاح بوكوفيسكي إحساسه بالراحة تجاه نفسه وتجاه فشله لم يكن بوكوفيسكي مباليا بالنجاح وحتى بعد أن صار شهيرا ظل يستقبل في لقاءات قراءاته الشعرية أشخاصا بؤساء أساءت إليهم الحياة إساءة حقيقية ظل يكشف عن عريه أمام الناس ويحاول أن ينام مع كل امرأة يستطيع العثور عليها لم يجعله النجاح والشهرة شخصا أحسن منذ قبل ولم يصبح ناجحا شهيرا عن طريق تحوله إلى شخص أفضل كثيرا ما يأتي النجاح والتطور الذاتي مترافقين معا لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهما شيء واحد تركز ثقافتنا اليوم تركيزا مفرطا يكاد يكون حصريا على التوقعات والآمال الإيجابية إلى حد غير واقعي كن أكثر سعادة كن أكثر صحة كن الأفضل كن أحسن من الآخرين كن أكثر ذكاء وأكثر سرعة وأكثر ثراء وأكثر إغراء وأكثر شعبية وأكثر إنتاجية وأكثر استقطابا لحسد الناس وأكثر استقطابا لإعجابهم كن كاملا مدهشا وتبرز سبيكة ذهبية من عيار 24 قراطا قبل إفطارك كل يوم وأنت تمنح زوجتك الجميلة وأطفالك قبلة الصباح ثم انطلق بطائرتك الهليكوبتر الخاصة إلى عملك الرائع الذي يرضي طموحك حيث تمضي أيامك في أداء مهام كبيرة المغزى إلى حد لا يصدق أعمال من المحتمل أن تنقذ هذا الكوكب ذات يوم لكنك إذا توقفت وفكرت في الأمر ماليا ستجد أن النصائح التقليدية للحياة كل تلك الأشياء الإيجابية الفرحة المصممة للمساعدة الذاتية التي نسمعها طيلة الوقت هي في واقع الأمر نصائح تركز على ما أنت مفتقر إليه إنها موجهة توجيها دقيقا مثل شعاع من الليزر إلى ما تراه نقائصك الشخصية ومواضع فشلك وهي تشدد عليها حتى تراها جيدا أنت تتعلم أشياء عن أفضل الطرق لكسب المال لأنك تحس أن المال الذي تجنيه ليس كافيا وأنت تقف أمام المرآة وتكرر عبارات تؤكد بها لنفسك على أنك شخص جميل لأنك تحس كما لو أنك لست جميلا حقا وأنت تتبع النصائح المتعلقة بالعلاقات والمواعدة لأنك تحس نفسك شخصا لا يمكن أن يحبه أحد على نحو طبيعي وأنت تجرب تمرينات غبية حمقاء تتصور نفسك من خلالها شخصا أكثر نجاحا لأنك لا ترى نفسك ناجحا بما فيه الكفاية والمفارقة المضحكة في ذلك كله أن هذا التركيز الشديد على ما هو إيجابي على ما هو أفضل وعلى ما هو أكثر تفوقا لا يفعل شيئا غير تذكيرنا مرة بعد مرة بما لسنا عليه أو بما نحن مفتقرون إليه أو بما يجب أن نكونه لو لا فشلنا وفي آخر المطاف ندرك كلنا أن ما من امرأة سعيدة حقا تجد في نفسها حاجة إلى الوقوف أمام المرآة لتكرر القول إنها سعيدة إنها سعيدة بالفعل من غير حاجة إلى ذلك لديهم في تاكساس مثل يقول أصغر الكلاب أشدها نباحا لا يجد رجل واثق من نفسه حاجة إلى البرهنة أنه واثق من نفسه ولا تجد امرأة ثرية حاجة إلى إقناع أي كان بأنها ثرية إما أن تكون شيئا أو لا تكونه وإذا كنت تحلم بشيء ما طيلة الوقت فأنت تعزز الواقع نفسه مرة بعد مرة أنك لست كذلك يحاول كل شخص ويحاول كل إعلان تلفزيوني جعلك مقتنعا بأن مفتاحك إلى الحياة الجيدة هو وظيفة أحسن من وظيفتك أو سيارة أكثر فخامة من سيارتك أو صديقة أكثر جمالا من صديقتك أو حوض استحمام حار له بركة قابلة للنفخ من أجل الأطفال ويخبرك العالم كله دائما أن الطريق إلى حياة أفضل هو المزيد والمزيد والمزيد اشتري أكثر واكسب أكثر واصنع أكثر وضعجع أكثر وكن أكثر في كل شيء وأنت تجد نفسك دائما تحت وابل من الرسائل التي تدعوك كلها إلى المبالات أكثر فأكثر بكل شيء وطيلة الوقت يجب أن تكون أكثر اهتماما بالحصول على جهاز تلفزيون جديد يجب أن تكون أكثر اهتماما بأن تقضي عطلة أفضل من التي يقضيها بقية زملائك ويجب أن تهتم أكثر بشراء تلك التزيينات الجديدة الجميلة التي توضع على المرج في حديقة بيتك عليك أيضا أن تهتم بالحصول على النوع الصحيح من عصى السيلفي لماذا؟ أظن أن الإجابة بسيطة وهي لأن الاهتمام أكثر بأشياء أمر ملائم تماما لمصالح الشركات صحيح أنه ما من شيء خاطئ في الحصول على وظيفة جيدة إلا أن المبالغة في الاهتمام بذلك أمر سيء لصحتك العقلية إنه يجعلك زائد التعلق بما هو سطحي مزيف ويجعلك تكرس حياتك لملاحقة سراب سعادة أو إحساس بالرضا ليست شدة الاهتمام بالحصول على ما هو أكثر مفتاحا لحياة جيدة بل المفتاح هو الاهتمام أقل الاهتمام المقتصر على ما هو حقيقي آني هام الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها هناك هوس خبيث يمكن أن يصيب دماغك بل يمكنه إذا سمحت له أن يجعلك معتوها تماما إن كان ما سأقوله الآن يبدو مألوفا لك فأخبرني ينتابك القلق فيما يتعلق بمواجهة شيء ما في حياتك ثم يجعلك هذا القلق عاجزا عن فعل أي شيء وتبدأ التساؤل عن سبب قلقك هذا أنت تصير الآن قلقا بخصوص ما يتعلق بقلقك أوه لا إنه قلق مزدوج مكرر أنت الآن قلق بخصوص ما يتعلق بقلقك وهذا ما يسبب لك مزيدا من القلق أسرع أين الوسكي؟ أو لنقل إن لديك مشكلة غضب ينتابك الغضب بسبب أشياء شديدة الغباء بسبب أشياء شديدة التفاهة ولا فكرة لديك أبدا عما يجعلك غاضبا هكذا ثم يبدأ إدراكك حقيقة أنك تغضب بسهولة إلى هذه الدرجة يسبب لك انزعاجا وغضبا أكثر من ذي قبل ثم تدرك في غمرة غضبك الشديد ذاك أن غضبك الدائم هذا يجعلك شخصا ضحلا لئيما وأنت تكره هذا كثيرا أنت تكرهه إلى حد يجعلك غاضبا من نفسك أيضا انظر إلى نفسك الآن أنت غاضب من نفسك لأنك تغضب من غضبك اللعنة عليك أيها الجدار خذ هذه اللكمة أو أنك تكون شديد القلق طيلة الوقت بخصوص ما يتعلق بفعل الشيء الصحيح إلى حد يجعل قلقك هذا مصدر قلق جديد لك أو أن لديك إحساسا شديدا بالذنب نتيجة كل غلطة ترتكبها إلى حد يجعلك تبدأ الإحساس بالذنب تجاه نفسك لأن لديك هذا الإحساس بالذنب كله أو أنك تجد نفسك مرات كثيرة شخصا حزينا وحيدا إلى حد يجعلك تشعر بحزن أكبر ووحدة أشد لمجرد التفكير في هذا الأمر أهلا بك إلى الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها من المحتمل تماما أنك وجدت نفسك حبيس هذه الحلقة عدة مرات من قبل بل لعلك واقع فيها الآن في هذه اللحظة يا إلهي إنني أقع في الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها طيلة الوقت كم أنا فاشل لأن هذا يحدث لي دائما علي أن أتوقف آه يا إلهي أحس نفسي شخصا فاشلا تماما لأنني أدعو نفسي فاشلا يجب أن أتوقف عن إطلاق هذه الصفة على نفسي أوه اللعنة على كل شيء إنني أفعلها من جديد ألا ترون أنني شخص فاشل؟ يا للهول إهدى يا صديقي اسمع ثم لك أن تصدق أو لا تصدق هذا جزء من جمال أن تكون إنسانا سوف أقول لك قبل كل شيء قليلة جدا هي الحيوانات التي تمتلك قدرة على التفكير في أشياء تقنع نفسها بها وأما نحن البشر فلدينا رفاهية قدرة امتلاك أفكار عن أفكارنا وهكذا فإنني قادر على التفكير في مشاهدة بعض الفيديوهات على يوتيوب ثم أبدأ التفكير مباشرة في أنني شخص مختل عقليا لأنني أريد أن أرى تلك الفيديوهات على يوتيوب أوه إنها أعجوبة العقل البشري ها هي مشكلتنا الآن إن مجتمعنا اليوم من خلال الأعاجيب التي تفعلها بنا ثقافة الاستهلاك ورسائل من قبيل انظر حياتي أجمل من حياتك التي تمطرنا بها وسائط التواصل الاجتماعي قد أنت ججيلا كاملا من الناس الذين يظنون أن امتلاك هذه التعابير السلبية القلق والخوف والإحساس بالذنب إلى آخره أمر غير جيد على الإطلاق ما أعنيه هو أنك إذا نظرت إلى ما يأتيك عبر فيسبوك فأنت تجد أن كل شخص في العالم يعيش وقتا رائعا انظر تزوج ثمانية أشخاص هذا الأسبوع وقد ظهرت على التلفزة فتاة في السادسة عشرة من عمرها حصلت على سيارة فراري هدية في عيد ميلادها وهناك طفل آخر كسب مليوني دولار لأنه اخترع تطبيقا يزودك أوتوماتيكيا بمزيد من ورق المرحاض إذا نفد ما لديك منه أما أنت فإنك جالس في بيتك تنظف أسنان قطتك لا يمكنك التفكير عند ذلك إلا في أن حياتك بائسة بل إنك تراها بائسة أكثر حتى أكثر مما كنت تظن لقد صارت الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها جائحة متفشية في كل مكان وهي تجعل الكثيرين منا واقعين تحت ضغط نفسي زائد تجعلهم متوتر الأعصاب كثيرا وتجعلهم يكرهون أنفسهم إلى حد مبالغ فيه في أيام أجدادنا كان الجد يمر بحالة سيئة فيقول في نفسه اللعنة على هذا كله من المؤكد أنني أشعر اليوم كما لو أنني روث بقرة لا أكثر لكن وماذا؟ أظن أن الحياة هكذا فلأعد إلى جرف القش وأما نحن فماذا لدينا الآن؟ الآن إذا انتابك شعور سيء انتجاه نفسك ولو مدة خمس دقائق فقط فإنك تجد نفسك على الفور أمام مئات الصور لأشخاص سعداء تماما يعيشون حياة مدهشة إلى أقصى حد ويصير من المستحيل أن ترد عن نفسك الإحساس بأن فيك بالتأكيد أشياء غير صحيحة حتى يكون وضعك أقل منهم هذا الجزء الأخير هو ما يجعلنا نعاني نشعر بالسوء لأننا نشعر بالسوء ونشعر بالذنب لأننا نشعر بالذنب ونغضب لأننا نشعر بالغضب ونقلق لأننا نشعر بالقلق أوف ما هي مشكلتي هذا ما يجعل اللامبالات أمرا حسنا هذا ما يجعل عدم الإفراط في الاهتمام هو ما سينقذ العالم وسوف تنقذه أنت من خلال قبولك أن العالم مكان سيء وأن هذا شيء لا بأس به لأن العالم كان هكذا على الدوام ولأنه سيظل هكذا على الدوام من خلال عدم اكتراثك بأن يكون لديك شعور سيء فإنك تبطل مفعول تلك الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها أنت تقول لنفسك لدي إحساس سيء حسنا ما أهمية هذا ثم وكأن أحد الرشك بمسحوق لا مبالاة السحري تجد أنك قد توقفت عن كره نفسك لأنك تشعر بهذا السوء كله لقد قال جورج أورويل إن قدرة المرء على رؤية ما هو أمام أنفه تماما في حاجة إلى نضال مستمر حسن جدا إن الحل لقلقنا وتوترنا موجود أمام أنوفنا تماما لكننا منشغلون عنه بمشاهدة الأفلام الإباحية والإعلانات عن آلات اللياقة البدنية التي لا نفع منها إلى حد يجعلنا غير قادرين على رؤية ذلك الحل لأننا نمضي أوقاتنا في التساؤل عن السبب الذي يجعلنا غير قادرين على لفت أنظار فتاة شقراء مثيرة بعضلات بطوننا المشدودة نتبادل عبر الإنترنت نكاتا عن مشكلات العالم الأول لكننا صرنا ضحايا نجاحنا في حقيقة الأمر المشكلات الصحية الناجمة عن الشدة النفسية والطرابات القلق وحالات الاكتئاب التي شهدت زيادة صاروخية خلال ثلاثين عاما مضت رغم أن كل منا صارت لديه شاشة تلفزيون مسطحة وصار قادرا على طلب مشترياته إلى البيت لم تعد أزمتنا مادية بل هي أزمة وجودية أزمة روحية لدينا كثرة زائدة إلى حد يجعلنا غير عارفين بالشيء الذي يجب أن نمنحه اهتمامنا وبما أن هناك الآن كمية لا نهاية لها من الأشياء التي نستطيع رؤيتها أو معرفتها فإن هناك أيضا عددا لا نهاية له من الطرق التي تسمح لنا باكتشاف أننا لسنا أهلا لذلك وأننا لسنا جيدين كما يجب وأن الأشياء ليست عظيمة رائعة كما يمكن أن تكون وهذا كله يمزقنا من الداخل نحن نتمزق من الداخل لأن هناك ذلك الشيء الخاطئ في طوفان الهراء الذي يأتينا تحت عنوان كيف تكون سعيدا والذي جرت مشاركته على فيسبوك ثمانية ملايين مرة خلال السنوات القليلة الماضية هاكم ما لا يدركه أحد فيما يتعلق بهذا الكلام الفارغ كله إن الرغبة في مزيد من التجارب الإيجابية تجربة سلبية في حد ذاتها والمفارقة أن قبول المرء تجاربه السلبية تجربة إيجابية في حد ذاتها هذا شيء يتعب العقل حقا لا بس سوف أعطيكم الآن دقيقة لإراحة عقولكم وربما لسماع ذلك من جديد الرغبة في التجارب الإيجابية تجربة سلبية وقبول التجارب السلبية تجربة إيجابية هذا ما كان الفيلسوف ألان واط يشير إليه باسم القانون التراجعي أي فكرة أنك كلما سعيت إلى أن يكون إحساسك أفضل طيلة الوقت كلما تناقص رضاك لأن ملاحقة شيء ما لا تفعل إلا تعزيز حقيقة أنك مفتقر إلى ذلك الشيء أصلا كلما كنت شديد الرغبة في أن تكون ثريا كلما شعرت بأنك فقير لا قيمة له وذلك بصرف النظر عن مقدار ما تجنيه من مال في واقع الأمر وكلما ازدادت رغبتك في أن تكون جذابة مثيرة مرغوبة كلما صرت ترين نفسك أكثر بشاعة وذلك بصرف النظر عن مظهرك الجسدي الحقيقي وكلما اشتدت رغبتك في أن تكون سعيدة محبوبة كلما صرت أكثر إحساسا بالوحدة والخوف بغض النظر عن أولئك الموجودين من حولك وكلما ازداد حرصك على أن تكون مستنيرا من الناحية الروحية كلما صرت أكثر ضحالة وتمركزا حول نفسك رغم سعيك الجاد إلى اكتساب البصيرة الروحية العميقة يشبه هذا ما حدث لي عندما دست في بقعة من أسيد حارق فصرت أحس البيت يبتعد عني كلما صرت في اتجاهه أكثر نعم إنني أستخدم هذه الهلوسة عن الأسيد الحارق لكي أوضح نقطة فلسفية تتعلق بالسعادة هل هو سخف؟ لست مهتما بهذا يقول الفيلسوف الوجودي ألبير كامو وأنا واثق من أنه لم يكن يتعاطى عقاقير الهلوسة في ذلك الوقت لن تكون سعيدا أبدا إذا وصلت البحث عما تتكون السعادة منه ولن تعيش حياتك أبدا إذا كنت من الباحثين عن معنى الحياة أو يمكننا التعبير عن هذا بشكل أكثر بساطة لا تحاول أعرف ما تقولونه لي الآن مارك ما تقوله مثير تماما لكن ماذا عن سيارة شفر لي كامارو التي أحاول التوفير حتى أدفع ثمنها وماذا عن الجسد اللائق للظهور على الشاطئ الذي أجوع نفسي حتى أصل إليه وقد دفعت مالا كثيرا للحصول على تلك الآلة الرياضية وماذا عن البيت الكبير على شاطئ البحيرة الذي أحلم به دائما إذا توقفت عن المبالاة بهذه الأشياء فلن أحقق شيئا على الإطلاق أنا لا أريد أن يحدث لهذا يسرني أنكم تطرحون هذه الأسئلة هل لاحظت في يوم من الأيام أن إنجازك في أمر من الأمور يتحسن بعض الأحيان عندما يقل اهتمامك به وقلقك عليه لاحظ كيف أن الشخص الذي يكون أكثر الأحيان الأقل استثمارا في نجاح شيئ ما هو من ينتهي به الأمر إلى تحقيقه في آخر المطاف ولاحظ كيف أن كل شيء يبدو كأنه يتخذ موقعه الصحيح من تلقاء نفسه عندما تكف عن الإفراط في الاهتمام به فما معنى هذا؟ ما يثير اهتمامي في القانون التراجعي هو أنه يدعى بالتراجعي لسبب وجيه إن لعدم المبالغة في الاهتمام مفعولا عكسيا إذا كانت ملاحقة ما هو إيجابي أمرا سلبيا فإن ملاحقة السلبي تولد ما هو إيجابي الألم والمشقة الذين يعرض المرء نفسه لهما في صالة التمرينات الرياضية يؤديان إلى صحة أفضل وإلى طاقة أكبر وحالات الفشل في الأعمال هي ما تقود إلى فهم أفضل لما هو ضروري من أجل تحقيق النجاح والأمر الغريب هو أن كونك منفتحا على منابع قلة أمانك يجعلك أكثر ثقة بنفسك ويجعل الآخرين أكثر إعجابا بك إن ألم المواجهة الصادقة هو ما يولد أكبر قدر من الثقة بك ويولد احترامك لدى معارفك كما أن معاناتك عندما تجتاز مخاوفك وكل ما يقلقك هي ما يسمح لك ببناء شجاعتك ومثابرتك أستطيع مواصلة طرح الأمثلة لكن الفكرة وصلت ألم تصل؟ كل ما له قيمة في الحياة يجري كسبه من خلال التغلب على التجارب السلبية التي ترافقه وأي محاولة للهروب من السلبي أو لتجنبه أو لإسكاته أو لقمعه لن يكون لها إلا أثر عكسي تجنب المعاناة ليس إلا شكلا من أشكال المعاناة نفسها وتجنب الصراع صراع في حد ذاته وإنكار الفشل فشل بدوره وإخفاء ما نخجل منه هو خجل نظهره الألم خيط من خيوط نسيج الحياة نفسه وليس اقتلاعه من ذلك النسيج أمرا مستحيلا فحسب بل هو يدمر النسيج نفسه تؤدي محاولة اقتلاعه إلى تفكيك كل ما هو مرتبط به وليست محاولة تفادي الألم إلا مبالاة بالألم أكثر مما يجب وعلى النقيض من هذا إذا كنت قادرا على شيء من اللامبالات تجاه الألم فإنك تصير شخصا لا يمكن أن يقهر لقد اهتممت اهتماما زائدا بأشياء كثيرة في حياتي وأبديت أيضا قدرا من اللامبالات تجاه أشياء كثيرة أخرى ومثل ما هي الحال مع الطرق التي لم نسر فيها فقد كانت اللامبالات التي أبديتها هي ما صنع الفرق كله هناك احتمال لأن تكون قد عرفت في حياتك شخصا اتفق له في وقت من الأوقات أنه لم يظهر اهتماما بشيء ما ثم لم يلبث أن حقق نتائج مدهشة ولعل هناك وقتا في حياتك لم تكن تبدي فيه كبير اهتمام بشيء من الأشياء ثم بلغت قمة استثنائية متميزة في ذلك الشيء تحديدا أما عن تجربتي أنا فقد تركت عملي النهاري في قطاع المال بعد 6 أسابيع فقط لأبدأ عملا في مجال الإنترنت حقق نتائج طيبة حقا ضمن الأشياء التي لم أهتم بها كثيرا ينطبق الأمر نفسه على القرار الذي اتخذته ببيع معظم ممتلكاتي والذهاب للعيش في أمريكا الجنوبية بماذا كنت أبالي؟ لا شيء ذهبت وفعلت ذلك فقط إن تلك اللحظات من اللا اهتمام هي اللحظات التي تحدد مسار حياتنا أكثر من غيرها التحولات الكبرى في حياة المرء المهنية والاختيار العفوي لترك الدراسة والانضمام إلى فرقة غنائية والقرار بالتخلص أخيرا من الصديق المزعج الذي ضبطه عدة مرات مرتديا ملابسك الداخلية عدم المبالغة في الاهتمام بأمر ما هو أن يبدأ المرء مواجهة أكثر تحديات الحياة صعوبة وإثارة للخوف مع بقائه قادرا على الفعل صحيح أن هذه اللا مبالا قد تبدو أمرا بسيطا من الناحية الظاهرية لكنها سلة جديدة مليئة بالمفاجآت المختبئة تحت غطائها لست أعرف لهذه الجملة الأخيرة أي معنى لكني لا أبالي تبدو سلة المفاجآت أمرا رائعا فلنرى ما فيها ينضي أكثرنا مكافحا في الحياة من خلال المبالغة في الاهتمام بأشياء كثيرة في حالات كثيرة لا تستحق اهتماما منا نهتم وننزعج كثيرا من عامل محطة البنزين الوقح الذي رد إلينا بقية المبلغ بقطع معدنية صغيرة وننزعج ونهتم كثيرا عندما يلغى برنامج نحبه في التلفزيون ونهتم أكثر مما يجب بكثير عندما لا يبدي زملاءنا في العمل أي اهتمام بسؤالنا عما فعلناه في عطلتنا الرائعة وفي تلك الأثناء تصل ديوننا عبر بطاقات الاعتمام إلى أقصاها ويكرهنا حتى كلبنا ونجد أخانا الصغير يتناول المخدرات في الحمام لكننا نظل مصرين على الانزعاج من القطع النقدية الصغيرة ومن إلغاء برنامجنا المفضل في التلفزيون انظر جيدا هكذا يجري الأمر سوف تموت في يوم من الأيام أعرف أن هذا أمر واضح لكني أردت تذكيرك فقط إن كنت ناسيا أنت وكل من تعرفه سوف تموت بعد وقت ليس ببعيد وخلال الوقت القصير الباقي لك بين هنا وهناك ليس لديك إلا مقدار محدود من الاهتمام الذي تستطيع بذله إنه مقدار محدود جدا في واقع الأمر فإذا مضيت هنا وهناك مهتما زيادة عن اللزوم بكل شيء وبكل شخص من غير تفكير واع ومن غير انتقاء فماذا أقول لك؟ حسن هذا يعني أنك ستخسر من كل الجهات هناك شيء اسمه فن لا مبالات الذكي صحيح أن الفكرة قد تبدو سخيفة وقد أبدو كأنني شخص معتوه إلا أن ما أتحدث عنه الآن هو من حيث الأساس تعلم كيفية تركيز الأفكار وترتيب أولوياتها ترتيبا فعالا كيفية انتقاء أو اختيار ما يهمك فعلا وتمييز ما لا يهمك استنادا إلى قيم شخصية موضوعة بدقة وهذا أمر صعب صعوبة لا تصدق وقد يستغرق المرء عمرا بطوله حتى يتمرن على التوصل إليه وعلى الانضباط وفقا له وسوف تفشل في هذا مرارا وتكرارا لكن من المحتمل أن يكون هذا أهم صراع يستحق أن يخوضه المرء في حياته كلها بل لعله الصراع الوحيد في حياة الإنسان وذلك لأنك عندما تهتم بأشياء أكثر عددا مما يجب وعندما تهتم بكل شيء وبكل شخص فسوف تشعر بأن من حقك أن تكون مرتاحا سعيدا وبأن كل شيء ينبغي أن يكون مثل ما تريده تماما لكن هذه حالة مرضية وسوف تأكلك حيا سوف ترى في كل نزاع معك ظلما واقعا عليك وسوف ترى في كل تحدي فشلا لك وفي كل إزعاج إهانة شخصية وفي كل اختلاف خيانة سوف تكون محصورا داخل جدران رثائك لنفسك ضمن جحيم على قياس رأسك ليس وقوده شيئا غير تبجحك بنفسك وما تظن أنك تستحقه جحيم يكرر ويعيد تلك الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها في حركة مستمرة لا تصل بك إلى أي مكان عندما يتخيل الناس حالة لا مبالات وعدم الاهتمام الزائد بأي شيء مهما يكون فإنهم يتصورون حالة وادعة ساكنة من عدم الاهتمام بكل شيء يتصورون حالة هدوء من شأنها إخماد كل العواصف يتخيلون هذا ويطمحون إلى أن يكونوا أشخاصا لا يهزهم شيء أشخاصا لا يتنازلون أمام أحد هناك اسم للشخص الذي لا يجد في أي شيء أي مشاعر أو أي معنى إنه الإنسان المضطرب عقليا فلماذا تريد أن تكون إنسانا مضطربا عقليا ليست لدي إجابة على هذا السؤال إذن ما معنى عدم الاهتمام الزائد ما هي اللامبالات التي أحدثكم عنها فلننظر في ثلاثة أمور دقيقة ينبغي أن تساعدنا في توضيح هذه المسألة الأمر الدقيق الأول عدم الاهتمام الزائد لا يعني عدم الاكتراث مطلقا بل هو يعني أن تهتم على النحو الذي يريحك أنت فلنكن واضحين ليس في عدم الاكتراث شيء يدعو إلى الثقة أو الإعجاب ثم إن الناس غير المكترثين أشخاص ضعفاء يخفون رأي الغير بهم لا يصلح هؤلاء لشيء أكثر من أكل رقائق البطاطس المقلية وتصفح الإنترنت والواقع أن غير المكترثين غالبا ما يحاولون أن يكونوا كذلك لأنهم في حقيقة الأمر يهتمون اهتماما زائدا أكثر مما يجب بكثير هم يهتمون بما يقوله كل إنسان عن شعرهم ولكن عدم اكتراثهم يجعلهم غير مكترثين بغسله أو تسريحه وهم يهتمون كثيرا برأي كل شخص في أفكارهم وهكذا فهم يختفون خلف ستار من السخرية والتهكم والتعليقات الجارحة الممتلئة ثقة فارغة بالنفس يخاف هؤلاء من السماح لأي شخص بالاقتراب منهم فكأنهم يتخيلون أنفسهم أشبه ببلورات ثلجية خاصة فريدة من نوعها لها مشاكلها المتميزة التي لا يستطيع أحد فهمها يخشى غير المكترثين العالم ويخافون تداعيات خياراتهم الخاصة وهذا ما يجعلهم محجمين عن أي خيارات ذات معنى إنهم يختبئون في حفرة رمادية عديمة الإحساس صنعوها لأنفسهم بأنفسهم وهم غارقون في أنفسهم وغارقون في الإشفاق على أنفسهم فنراهم يلهون أنفسهم دائما عن هذا الشيء البائس الذي يتطلب منهم وقتا وطاقة هذا الشيء الذي اسمه الحياة ولأن للحياة حقيقة مخاتلة مستترة في هذه الحالة لا وجود لشيء اسمه عدم الاهتمام بشيء أبدا عليك أن تهتم بشيء ما هذا جزء من تركيبنا العضوي يجعلنا نكترث بشيء ما وبالتالي يجعلنا مهتمين دائما إذن السؤال الحقيقي هو ما الذي نهتم به؟ وما الذي نكترث به؟ وما الذي نختار الاهتمام به؟ وكيف يمكننا أن نكف عن الاهتمام بما لا أهمية له في آخر المطاف؟ منذ فترة احتالت إحدى صديقات أمي عليها فسلبتها مبلغا كبيرا من المال لو لم أكترث بهذا لرفعت كتفي ومضيت أشرب قهوتي وتابعت على الإنترنت حلقة جديدة من مسلسلي المفضل ولا قلت لها يؤسفني ما حدث يا أمي بل حملتها المسئولية لكني غضبت لما حدث بل غضبت كثيرا لما حدث قلت لا لن نقبل هذا يا أمي وسوف نذهب إلى المحام لكي نلاحق هذه الحقيرة لماذا؟ لأنني لا أعطي هذا الأمر اهتماما أكثر مما يستحق وسوف أدمر حياة تلك المحتالة إذا وجدت نفسي مضطرا لذلك يوضح هذا المثال الأمر الدقيق الأول في مسألة عدم الاهتمام الزائد عندما نقول اللعنة على هذا انتبهوا إن ذلك الشخص لا يهمه شيء فإننا لا نريد القول إنه غير مكترث بأي شيء على العكس تماما نعني بهذا أن الشخص الذي نتحدث عنه لا يبالي بالمشاق والمواجهة عندما تعترض سبيله إلى أهدافه وهو لا يبالي بإزعاج بعض الناس إذا كان يشعر بأن ما يفعله محق أو هام أو نبيل نعني أن هذا الشخص واحد من أولئك الناس الذين يمكن أن يتحدثوا عن أنفسهم بصيغة الغائب ويمتنعوا عن نسبة أي فضل لأنفسهم عندما يظنون أن ذلك هو الصواب إنه شخص لا يبالي بهذا المعنى تحديدا هذا أمر يدعو إلى الإعجاب كثيرا لا لست أقصد الشخص الذي كنت أتحدث عنه بل أقصد التغلب على الصعاب وأقصد استعداد المرء لأن يكون مختلفا لأن يكون منبوذا طريدا من أجل قيمه هو إنه الاستعداد للوقوف أمام الفشل وجها لوجه والاستعداد لتحدي ذلك الفشل إنني أتحدث هنا عن الناس الذين لا يبالون بالمشاق أو بالفشل أو بإحراج أنفسهم أو حتى بتبليل فراشهم بضع مرات الناس الذين يكتفون بالضحك ثم يفعلون ما تمليه عليهم قناعتهم يفعلون هذا لمعرفتهم أنه الشيء الصحيح يعرفون أنه أكثر أهمية منهم هم أنفسهم وأكثر أهمية من مشاعرهم ومن كبريائهم ومن اعتزازهم بأنفسهم إنهم يقولون إلى الجحيم بهذا لكنهم لا يقولونها لكل شيء في الحياة بل لكل شيء يزعجهم أو لا أهمية له في الحياة إنهم يحتفظون باهتمامهم للأشياء التي لها أهمية فعلا للأصدقاء للعائلة للهدف لأي شيء يحبونه وكذلك لدعوى قضائية عارضة مرة أو مرتين وبسبب هذا بسبب أنهم يحتفظون باهتمامهم للأشياء الكبيرة فقط للأشياء التي لها أهمية فإن الناس يبدون اهتماما بهم في المقابل إنها حقيقة مخاتلة أخرى من حقائق الحياة لا يمكنك أن تكون شخصا هاما شخصا يغير الوجود بالنسبة لبعض الأشخاص من غير أن تكون أيضا نكتة ومصدر إحراج لبعض الأشخاص الآخرين لا يمكنك ذلك هذا لأنه لا وجود لشيء اسمه قلة الصعاب الصعاب موجودة دائما هناك قول قديم مفاده أنك لا تستطيع الهروب من نفسك فأنت موجود حيثما ذهبت لا بأس إذن يصح الأمر نفسه على الصعاب وعلى الفشل ستجد أينما ذهبت خمسمائة كيلو جرام من القاذرات في انتظارك هذا أمر لا بأس به أبدا الفكرة ليست في الابتعاد عن تلك القذارة الفكرة هي أن تجد حلا يناسبك أن تتدبر أمرها وتجد حلا الأمر الدقيق الثاني حتى لا تهمك الصعاب لابد لك أولا من الاهتمام بشيء أكثر أهمية منها تخيل أنك في أحد المتاجر وأنك ترى سيدة متقدمة في السن تصرخ على موظف المحاسبة وتوبخه لأنه لم يقبل كوبون شراء قيمته ثلاثون سنتا لماذا تهتم هذه السيدة بالأمر؟ إنها ثلاثون سنتا فحسب سوف أخبركم عن السبب لعل تلك السيدة ليس لديها شيء تمضي فيه أيامها أفضل من الجلوس في بيتها وقص هذه الكوبونات إنها وحيدة متقدمة في السن أولادها حمقى ولا يزورونها أبداً كما أنها لم تمارس الجنس منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولعلها لا تستطيع أن تتحرك من غير أن يصيبها ألم شديد في أسفل ظهرها راتبها التقاعدي منخفض جداً ومن المحتمل أن تموت وهي أمرأة خريفة تبلل فراشها ولهذا فإنها تقص هذه الكوبونات حيث تجدها هذا كل ما لديها إنها وحيدة مع كوبوناتها تلك فهذا كل ما يمكنها الاهتمام به لألا شيء آخر لديها يشغل اهتمامها وهكذا عندما يرفض موظف المحاسبة ذو السبعة عشر عاماً بوجهه الممتلئ بثوراً أن يقبل كوبوناً منها وعندما يدافع عن نقاء درج النقود لديه مثلما كان الفرسان يدافعون عن شرف العذارة فمن المؤكد أن هذه العجوز ستنفجر غاضبة في وجهه سوف تمطره بما تجمع لديها من خيبات خلال فترة إهمالها وستنهال عليه عواصف من كلمات نارية من قبيل في أيام شبابي وكان الناس يظهرون مزيداً من الاحترام المشكلة مع الأشخاص الذين يبالون بأشياء متعددة أكثر مما يجب هي أنه ليس لديهم شيء أكثر جدارة وقيمة يكرسون اهتمامهم له إذا وجدت نفسك على نحو متكرر كثيراً تمنح اهتماماً أكثر مما يجب لأشياء ثانوية تسبب لك الانزعاج صورة صديقتك الجديدة على فيسبوك وكم تضعف البطاريات الصغيرة سريعاً في جهاز تحكم التلفزيون وتضيع فرصة جديدة لشراء عبوتين من معقم الأيدي بثمني عبوة واحدة فإن من المحتمل كثيراً أنك تعيش حياة فقيرة ليس فيها ما يستحق اهتماماً حقيقياً هذه هي مشكلتك الحقيقية إن مشكلتك الحقيقية ليست في الصورة ولا في معقم الأيدي ولا في بطاريات جهاز التحكم عن بعد سمعت أحد الفنانين يقول ذات مرة إنه إذا لم يكن لدى الشخص مشكلات فإن عقله يبحث تلقائياً عن طريقة الاختراعها وأظن أن أكثر الناس المتعلمون خاصة أولئك المدللون من أبناء الطبقة الوسطى البيض يظنون أن مشاكل الحياة ليست في الحقيقة إلا أثاراً جانبية لعدم وجود أشياء أكثر أهمية يمكن للإنسان أن يقلق بشأنها ينتج عن هذا أن عثورك على شيء هام له معنى حقيقي في حياتك قد يكون أفضل طريقة لاستخدام وقتك وطاقتك وهذا لأنك إذا لم تجد ذلك الشيء الذي له معنى حقاً فإن اهتمامك سوف يتجه إلى أشياء لا معنى لها وإلى قضايا تافها الأمر الدقيق الثالث سواء أدركت هذا أو لم تدركه فإنك تختار دائماً ما تمنحه اهتماماً لا يولد الناس بحيث لا يهتمون بشيء والواقع أننا مخلوقون على نحو يجعلنا نول اهتماماً لأشياء أكثر مما يجب بكثير هل رأيت في يوم من الأيام طفلاً يبكي بكاء شديداً لأن لون قبعته الزرقاء ليس الأزرق الذي يريده بالضبط؟ حقاً؟ هل هناك أغبى من هذا؟ عندما نكون صغاراً في السن يكون كل شيء جديداً مثيراً ويبدو كل شيء كبير الأهمية إلى أقصى حد ومن هنا فإننا نهتم كثيراً جداً بأشياء كثيرة جداً نبدأ اهتماماً بكل شيء وبكل شخص نبدأ اهتماماً بما يقوله الناس عننا وبما إذا كان ذلك الولد الضريف أو البنت الضريفة قد اتصل بنا هاتفياً أم لم يتصل وكذلك بما إذا كانت جواربنا متناسبة مع ملابسنا أم غير متناسبة ونهتم كثيراً أيضاً بلون البالونات في أعياد ميلادنا ومع تقدمنا في السن واستفادتنا من تراكم خبراتنا ورؤيتنا أن زمناً كثيراً قد ضع منا نبدأ ملاحظة أن القسم الأكبر من تلك الأشياء ليس له أثر حقيقي دائم على حياتنا لم يعد الناس الذين كنا نهتم اهتماماً كبيراً بآرائهم موجودين في حياتنا الآن كما يتضح لنا أن حالات الرفض التي واجهتنا وكانت مؤلمة لنا في وقتها قد أدت إلى نتائج جيدة وندرك أيضاً كم هو قليل انتباه الناس إلى تفاصيلنا السطحية الخارجية فنميل إلى عدم إشغال بالنا كثيراً بهم وبآرائهم ومن حيث الأساس نصير أكثر انتقائية فيما يتعلق بالأشياء التي نحن على استعداد لإلائها تماماً هذا هو ما ندعوه بالنطج وهو شيء لطيف عليك أن تجربه في وقت ما النطج هو ما يحدث عندما يتعلم المرء أن لا يهتم إلا بما يستحق اهتمامه وكما يقول بانك مورلاند لشريكه المحقق ماكنالتي في مسلسل دواير لا أزال أشاهد هذا المسلسل على الإنترنت هذا ما تحصل عليه عندما تهتم بأمر ليس من شأنك أن تهتم به ثم يبدأ شيء آخر بالتغير مع مزيد من تقدمنا في السن ومع بلوغنا أواصط العمر ينخفض مستوى الطاقة لدينا وتتصلب شخصيتنا نعرف من نحن ونقبل أنفسنا بما في ذلك تلك الأجزاء والعناصر التي لسنا مسرورين بها في حقيقة الأمر وعلى نحو غريب يكون هذا نوعا من التحرر بالنسبة إلينا لا نعود في حاجة إلى الاهتمام بكل شيء الحياة هي الحياة فحسب ونحن نقبلها بحلوها ومرها يدرك الواحد منا أنه لن يتوصل إلى اكتشاف علاج لمرض السرطان وأنه لن يسافر إلى القمر ولن يداعب ثديي جينيفر أنستون وهذا أمر حسن الحياة تسير ونحن نصير أكثر ميلا إلى القبول بقدرتنا المتناقصة على الاهتمام بالأشياء وإلى توفيرها من أجل تلك الجوانب في حياتنا التي تستحق اهتمامنا فعلا عائلاتنا وأصدقاؤنا المقربون وشركاؤنا في نشاطاتنا المحببة والمدهش هنا أن هذا كاف تماما إن هذا التبسيط للأمور يجعلنا سعداء حقا سعداء على نحو مستمر وعندها نبدأ التفكير في أن بوكوفيسكي ذلك المجنون المدمن على الكحول كان محقا بعض الشيء عندما قال لا تحاول إذن ما الغاية من هذا الكتاب أصلا يهدف هذا الكتاب إلى أن يجعلك تفكر قليلا بمزيد من الوضوح في الأشياء التي تختار أن تعتبرها هامة في الحياة وفي الأشياء التي تختار أن تعتبرها غير ذات أهمية أظن أننا نواجه اليوم نوعا من وباء نفسي خلاصته أن الناس ما عادوا يدركون أن ما من مشكلة في أن تسوء الأمور أحيانا أعرف أن هذا يبدو كسلا من الناحية الذهنية لكنه يبدو هكذا في الظاهر في حسب وأنا أؤكد لكم أن هذه مسألة حياة أو موت وذلك لأننا عندما نرى أن ليس من المقبول أبدا أن تسوء بعض الأمور أحيانا فإننا نبدأ على نحو غير واع بإلقاء اللوم على أنفسنا نبدأ الإحساس بأن فينا شيئا مغلوطا على نحو عميق وهذا ما يدفع بنا إلى مختلف أنواع المبالغة في التعويض عن ذلك الخلل الذي نتصوره تعويض من قبيل شراء أربعين زوجا من الأحذية أو المبالغة في التهام الأدوية التي تحمي المعدة كلما تناولنا الكحول ليلة الثلاثاء أو إطلاق النار على باص مدرسة بكل ما فيه من أطفال إن هذا الاعتقاد بأن ليس من المقبول أبدا أن يكون لدى المرء نقص ما في بعض الأحيان هو مصدر تنامي الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها تلك الحلقة التي صارت مهيمنة على ثقافتنا إن فكرة عدم المبالغة في الاهتمام بأشياء كثيرة ليست إلا طريقة بسيطة في إعادة توجيه آمالنا وتوقعاتنا في الحياة وتحديد ما هو هام وما هو غير هام يقودنا تطوير هذه القدرة لدينا إلى شيء أحب اعتباره نوعا من الإشراق أو فلنسمه الاستنارة العملية لا إنها ليست تلك الراحة السحرية الأبدية ليست هي نهاية أنواع المعاناة كلها ليست ذلك النوع الخيالي التافه من الإشراق بل على العكس تماما إنني أعتبر الاستنارة العملية نوعا من الإحساس بالراحة تجاه فكرة أن هناك دائما قدرا من المعاناة لا يمكن تجنبه وأن الحياة مكونة بصرف النظر عما يمكن أن نفعله من فشل ومن خسارة ومن ندم ومن موت أيضا عندما تكف عن الانزعاج من مختلف أنواع المساوئ التي ترميك الحياة بها سوف ترميك بها دائما صدقني فإنك تصير شخصا منيعا تجاهها من غير أن تبذل في ذلك جهدا كبيرا ففي نهاية المطاف تظل الطريقة الوحيدة للتغلب على الألم هي أن تتعلم أولا كيف تتحمل ذلك الألم لا ينصب اهتمام هذا الكتاب أبدا على تخليصك من مشاكلك أو آلامك وهذا بالضبط ما سوف يجعلك تدرك أنه صادق معك ليس هذا الكتاب دليلا يوجه خطاك إلى العظمة ولا يمكن أن يكون كذلك هذا لأن العظمة ليست إلا وهما في أذهاننا ليست إلا وجهة مختلقة نرغم أنفسنا على السير في اتجاهها إنها فردوسنا النفسي السحري الكاذب بدلا من ذلك يريد هذا الكتاب أن يحول ألمك إلى أداة في يدك وأن يحول معاناتك إلى طاقة وأن يحسن مشاكلك قليلا هذا تقدم حقيقي اعتبر هذا الكتاب دليلا لك فيما يتعلق بالمعاناة وكيفية التعامل معها بشكل أفضل وبشكل ذي معنى أكثر من قبل مع مزيد من الإحساس بالآخرين ومزيد من التواضع إنه كتاب عن كيف تكون حركتك خفيفة رغم ثقل أحمالك وكيف تتعامل بسهولة أكبر مع أسوأ مخاوفك وكيف تضحك من دموعك وأنت تذرفها لن يعلمك هذا الكتاب كيف تكسب مالا أو كيف تحقق شيئا من الأشياء بل سيعلمك كيف تخسر من غير أن تشكل الخسارة مصدر قلق كبير لك وسوف يعلمك أن تنظر إلى ما في حياتك فتزيل منها كل ما فيها من سقط المتاع ومن سخط وتحتفظ بالأشياء الهامة فقط سوف يعلمك كيف تغمض عينيك وتثق بأن من الممكن أن تسقط على ظهرك وتظل بخير رغم ذلك سوف يعلمك كيف تصل إلى الاهتمام بعدد أقل من الأشياء وسوف يعلمك أن لا تحاول